أولا أهنئكم على توليكم بئاسة المؤتمر وكذلك أهنئ جمهورية مصر العربية على التنظيم الرائع لمؤتمر الأطرف السابع والعشرين ولا يفوتني أن أقول نيابة عن جمهوريتكم القديمقراطية إننا ممتنون للغاية على استضافة بلد أفريقي لمؤتمر الأطرف السابع والعشرين وأودت أن أخذ الكلمة للحديث عن البند السابع من صندوق التكيف كما تعلم سيدي الرئيس كل العمل الذي جرى لمعالجة تحديات المناخ والاحترار العالمي أظهر هذا العمل أنه علينا أن نحرص على التمويل الأخضر وزيادته للبلدان النامية لأننا لستمع ضحايا فحسب بل أننا نسهم في النضال ضد تغير المناخ لذا فإن صندوق التكيف ينبغي أن لا يكون مجرد مجال للحديث فحسب لذا نود أن ننظر في هذا الصندوق وكذلك أن نجري الحوارات مع الدول الصناعية المتقدمة نريد أن نخرج من مؤتمر الأطرف السابع والعشرين بنتائج ملموسة وموثوقة ويمكن التحقق منها ومؤشرات واضحة لصندوق التكيف لنعرف ما كان عليه صندوق التكيف قبل مؤتمر الأطرف السابع والعشرين وبعده ونعمل على هذا الأساس وكعضو من مجموعة الإسهامات المحددة وطنية نريد أن نرى فرقا واضحا بين صندوق التكيف وبين صندوق الضرر والخسائر لأنه نرى أهمية العمل على صندوق التكيف بشكل كبير على المستوى القصير والمتوسط والبعيد لنحرص على أن تتمكن البلدان من التكيف مع تغيرات المناخ لم يعد هناك حاجة إلى الحديث فحسب بل إننا بحاجة نتائج ملموسة بالنسبة لصندوق التكيف مرة أخرى أختتم بأن أقول أنه ينبغي أن توجه موارده إلى الأبحاث العلمية بحيث تتوفر معلومات واضحة حول مستوى الخسائر والضرر التي تتكبدها البلدان وكذلك حول القدرات المتاحة والتأثيرات كذلك على الغابات وعلى المعادن والموارد الأخرى بحيث نبقي على الاحترار العالمي تحت الواحد فاصل درجة مئوية إذن نحن بحاجة إلى هذه المعلومات الموثوقة من علمائنا بحيث نتمكن من إحداث شراكة تأتي بالنفع للجميع صحيح أن الاقتصادات المتقدمة والصناعية بدأت أن تعطي المنح ولكنهم بحاجة إلينا هم المسألون عن 80% من التلوث حول العالم ونحن من نحاول أن نستجيب لهذه التأثيرات من خلال ما يمكننا هذا بالنسبة للبند السابع الخاص بصندوق التكيف شكرا